أهلا بكم جميعا أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة سنتكلم اليوم عن الهجرة إلى نيو برونزويك تقريبا منذ ست أشهر مقاطعة نيو برونزويك أعلنت عن برنامج هجرة لتوظيف ألف العمال الأجنب في القطاعات والوظائف لفيها نقص داخل المقاطعة يعني حكومة المقاطعة تفاهمت مع أصحاب العمل والشركات داخل نيو برونزويك قالت لهم لماذا نقوم بعمل برنامج جديد عبارة عن حدث توظيف يقام كل شهرين ومن خلال أحداث التوظيف هذه أي صحب عمل يبحث عن عمي الأجنب يضع قائمة الوظائف لعنده فيها عاجز ونحن يعني حكومة المقاطعة سنفتح باب التسجيل ونضع قائمة فيها كل القطاعات والوظائف لفيها نقص فصار الاتفاق هكذا منذ أشهر أصحاب العمل تعلن عن قائمة الوظائف لطلبينها ومقاطعة نيو برونزويك تفتح كل شهرين هذا البرنامج أظن أني بسط لكم كل المعلومات حتى الكل يكون فهمني حسنا طريقة التقديم على هذا البرنامج يا جماعة تنقسم إلى قسمين قسم أول خاص بالأشخاص من كل الجنسيات من دول عربية من دول إيسيا من دول أوروبا هذا القسم تكون فيه قائمة من الوظائف المطلوبة فأنت لما تقوم بالتقديم عن طريق هذا القسم ويتم قبولك سيتواسل معك ساحب العمل وتقوم بعمل مقابلة معه يعني عبر الانترنت تتفهم معه على كل تفاصيل العمل والعقد وإذا صار بينكم اتفاق يرسل لك عقد عمل حتى تقدم به على الفيزا وتسافر إلى كندا أما بالنسبة للقسم الثاني فهو للأشخاص الموجودة في الدول لستجرى فيها البعثات أصحاب العمل في هذا القسم ستكون موجودة شخصين لعمل مقابلة مع المتقدمين بالمختصر كل شهرين تكون هناك بعثات دولية في دول تحددهم المقاطعة أنت إذا وجدت دولتك ذمن الدول لمحددتهم المقاطعة تقدم على القسم الثاني وإذا تم قبولك ستقوم بعمل مقابلة شخصية على أرض الوقع مع صاحب العمل حسنا بالنسبة لهذا الحدث الدولي لستكون فيها مقابلة شخصية هي فرنسا سيقام الحدث هذا في ليون ومرسيليا وبريز في شهر جوان أو يونيو القادم بالنسبة لبقية الدول الأخرى تونس مصر الجزائر الموزنبيق كل الدول التقديم يكون عن طريق القسم الأول وستكون المقابلة أونلاين عبر الانترنت واحد فيكم سيقول لي أنا سبق لي وقدمت على هذا البرنيمج هل يمكنني تقديم من جديد؟ نعم يمكنك التقديم اليوم أصلا هناك تغييرات في عملية التقديم وهناك قطاعات أخرى يعني الشخص ليقدم من قابل عن طريق هذا الحدث أو لم يجد مهنته موجودة في قائمة الوظائف يمكنه التقديم اليوم عن طريق هذا الحدث حسنا ندخل على القسم الأول كما أخبرتكم هذا القسم لكل جنسيات العالم نضغط على يسجل ستفتح لنا هكذا ميزة جديدة في هذا البرنيمج وأنا متأكد أنها ستفيد كل المتقدمين كما تشاهدون أمامكم هنا مقاطعة نيو برونزويك وضعت لك كل القطاعات المطلوبة قطاع الصحة قطاع العلوم الطبيعية والتطبيقية والمجالات ذات سلة قطاع التعليم والقانون قطاع النقل والحرف ومشغل المعدات قطاع الزراعة أنت لما تدخل على القطاع ليتبع مهنتك ستجد أمام المهنة الخاصة بيك رمز شهادة عدم الممانعة هذا الرمز للناس لما تعرفهوش حكومة كندا وضعت على كل المهنة رمز معين حتى تسهل عملية التقديم والهجرة هذا الرمز مهم جدا لأي شخص يريد العمل في كندا لأن أغلبية برامج الهجرة والشركات الكندية تطلب هذا الرمز وليس اسم الوظيفة يعني في عوض ما تعطيه اسم الوظيفة تعطيه رمز شهادة عدم الممانعة فقط أي شخص مهتم بالهجرة إلى كندا ينسخ هذا الرمز ويخليه عنده لأنه سيطلب منه في عمليات التقديم حسنا نعود للأعلى نضع الاسم الأول اسم العائلة الإيميل أو البريد الإلكتروني ونضعه مرة أخرى هنا ننزل للأسفل هنا سيطلب منك اختيار مهنتك تقريبا كل الوظائف مطلوبة تضغط على هذا الخيار وتحدد القطاع أو المجال ليتبع مهنتك بالنسبة لأصحاب المهنة الحرافية نجار ميكانيكي عامل بناء سبك المهنة الحرافية تجدها في هذا المجال التجارة والمواصلات والاتصالات ذات سيلة حسنا بعد ما تختار المجال أو القطاع ليتبع مهنتك ستفتح لك قائمة من الوظائف لتتبع القطاع لاخترته تدخل لهذه القائمة وتحدد مهنتك حسنا هنا خاص بالخبرة طبعا في المهنة التي اخترتها تضع أقل من سنة الخيار الأول أو الخيار الثاني سنة واحدة أو سنتين أو خمس سنوات حسنا هنا يقول لك هل لديك رخصة قيادة سيريا المفعول تضع نعم أو لا وإذا وضعت نعم سيطلب منك تحديد بلد الإصدار البلد اللي حصلت فيه على رخصة القيادة هل لديك رقم ملف تعريف سالح في كندا؟ أي شخص قدم على الإكس بريس أنتري يكون معه رقم ملف تعريف أنت إذا قدمت من قبل على الإكس بريس أنتري تضع نعم وتضع رقم ملف تعريفك وإذا لم تقم بالتقديم على الإكس بريس أنتري تضع لا هل لديك رقم تعريف سالح في نيو برونزويك؟ تضع نعم أو لا من بعد تضع علامة هنا وعلامة على شروط الاستخدام وسياسات الخصوصية من بعد تضغط على التالي حسنا هنا أربع صفحات الصفحة الأولى خاصة بالتعليم والمهارات والخبرة هنا يقول لك هل حصلت على شهادة البكالورية أو شهادة الثانوية العامة؟ تجيب بنعم أو لا ما هو مجال دراستك؟ إذا أنت متحصل على شهادة من مؤسسة تكوين مهني أو تدريب تضع مثلا المؤسسة الفنية للكهربائيين وإذا حصل على ماجستير أو دكتوراه تضع مثلا ماجستير في الجغرافيا وهكذا طبعا أنت ونوع المهنة الخاصة بك هل حصلت على تقييم الاعتماد التربوي؟ يعني هل قمت بمعادلة الشهادة في مؤسسة تقييم الشهادات داخل كندا؟ تضع نعم أو لا حسنا من بعد سيطلب منك تحميل السيفي تضغط على حدد ملف وترفع السيفي أو السيرة الذاتية هنا من بعد تضع علامة على وافق على مشاركة سيرة الذاتية مع أصحاب العمل في نيو برونزويك وعلامة هنا من بعد تضغط على حفظ والتالي الصفحة الثانية خاصة بالعمر واللغة والقدرة على التكييف سيطلب منك وضع جنسيتك بلد المواطنة تضع الجنسية من بعد تضع بلد الإقامة الحالي البلد تعيش فيه حاليا وتضع تاريخ الميليد ما هو مستوى إيجادتك للغة الإنجليزية؟ تضع مستويك في اللغة الإنجليزية يتقدم وسيط أساسي ونفس الشيء للغة الفرنسية يتقدم أو وسيط أو أساسي حسنا هل أجريت اختبار إيجادة اللغة؟ يعني هل معك اختبار IELTS أو TCF أو أي نوع آخر تجيب بنعم أو لي إذا معك اختبار في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية تضع نعم وإذا لم تقوم بعمل الاختبار في اللغة تضع لي ننزل للأسفل هنا يقول لك اثبت الحد الأدنى من الأموال المطلوبة اعتمادا على برنامج الهجرة لستكون مؤهل له يلزم توفر حد أدنى من الأموال يجب أن تثبت أن لديك الأموال اللازمة لإعالة نفسك وعائلتك بعد وصولك إلى كندا يا جماعة هذا الشرط سيطلب منك لما تقدم على الفيزا يعني بعد ما تقدم هذا الطلب ويتواصل معك صاحب العمل ويعطيك عقد العمل وقتها وأنت تقوم بإجراءات الفيزا تثبت لهم بكشف حساب بنكي أنك قادر تصرف على نفسك أول ما تصل إلى كندا حسنا هنا خاص بالمتزوجين يقول لك كم عدد المعالين يعني المرافقين الزوج والأبناء لتريد تضمينهم في طلبك إذا أنت متزوج وستستحب معك عائلتك تضع كم شخص ستستحب وإذا غير متزوج أو لا تريد استحاب عائلتك معك تضع هنا سفر هل لديك اتصالات في نيو برونزويك كندا يعني هل عندك شخص قريب أو صديق داخل المقاطعة تجيب بنعم أو لا هل تعيش أفراد أسرتك المباشرة في مقاطعة أو منطقة كندية أخرى تجيب بنعم أو لا مثلا إذا عندك أخوك أو أختك أو والديك أبوك أو أمك أو أطفالك إذا عندك فرد من أفراد عائلتك داخل مقاطعة أخرى تضع نعم ملحظة مهمة هذا خاص كما قلت لكم بالأخ والأخد والوالدين والأطفال يعني إذا ابن عمك مثلا في كندا هذا لا يعني أنه واحد من أفراد أسرتك تضع وقتها لا من بعد تضع علامة هنا وتضغط على التالي الصفحة رقب ثلاثة خاصة بمعلومات الزوج أو الزوجة هل تريد إضافة معلومات عن زوجك أو زوجتك؟ إذا نعم تقوم بملأ كل البيانات وإذا غير متزوج أو لا تريد استحاب عائلتك معك تضع لا وتضغط على التالي الصفحة الأخيرة يرجى ملاحظة أنه إذا اتصل بك ساحب عمل في نيو برونزويك فقد يطلب منك اكتمال مقابلتك افتراضيا يعني أنت الآن قدمت التلب وإذا وافق عنك ساحب العمل طبعا ليبحث عن عمال في مجال عملك سيتصل بك وستقوم بعمل مقابلة معه إذا تفاهمت معه على كل التفاصيل الخاصة بالعمل والعقد سيرسل لك عقد العمل وقتها يبقى لك كان التقديم على الفيزا حسنا تضغط على ارسال وهكذا أنت تقدمت بشكل رسمي معليك كان انتظار رسالة على الإيميل لوضعته من صاحب العمل هذا كان كل شيء في فيديو اليوم إذا استفدت من هذا الفيديو أي معلومة ما تنسيش تعمل لايك للفيديو ومشاركته مع أصحابك المهتمين بالسفر والهجرة إلى كندا حظ موفق